الأمر الذي يضرني فراسي هو أن الكينيين والأيتيوبيين الذين يبحثون مسافة طويلة و ما شيء يزعمل في جيناتهم؟ لماذا لا يكون كاميروني، لا يكون نيجيري، لا يكون مالي؟ ديما السبقة للمسافة طويلة تجدها كيني أو أيتيوبي و لا تجد أحد يمكن أن تجد أجوز أو ثلاثة لن تجد في القيسة من أحد العاصير يشربون هذا هو ما سوف نعرفه في هذه الحلقة إذا نرى التاريخ الميداليات من هذه 60 عام لدازت كاملة في المسافة الطويلة سوف تجد ضرورة كيني أو أيتيوبي حاضرين إذا لم يكن لديهم ذهبية سوف تجد أرقام قياسية و زي ذكا، أول ميدالية ذهبية أفريقية جابها أيتيوبي تسميه أبيبي بيكيلا و جابها من روما سنة 1960 في الماراتون و جرّف هذا الماراتون حفيان أيها الشريف الماراتون كامل و يستطيع ذلك فيه بدون حداء و يقولوا بأنه يبقى من نفسه هو هذا الذي يجب في المركز الثاني تل ألف متر الأخرى عاد و يفوته و أجلي حفيانينا معلم نديره سيدي طلّق إلى الأرقام القياسية و أخه، لماذا رأينا سيدي 1500 متر رجال؟ طبعا للحال، الرقم القياس سيدي 1500 متر رجال سيدي السبع ديانه هشام القروش تهو واحد مقدر يحيدو ليل و تهو واحد مقدر يحطم هذا الرقم القياسي أما من وراه ستلقى كيني و الثالثة هو كيني و هنمشيوا سيدي 3000 متر عاوتاني الأيتيوبي هو المحطم هذا الرقم القياسي هنمشيوا سيدي 5000 متر الأول أغاندي ولكن الثاني و الثالث ايتيوبي هنمشيوا سيدي 1000 متر الأول أغاندي ثاني ايتيوبي و الثالث ايتيوبي أما في الماراتون، الأول كيني والثاني كيني و الثالث ايتيوبي في الأرقام القياسية العالمية ولاد زن النساء نفس الشيء كانت تلقى كينيا يا ايتيوبيا أكيد بغيتوا تعرفوا السر ذي لاتشياد و لماذا تخوت نهادو ديما يضربوا هذه الأرقامات و ليس شيء غير تومه، الصحافة العالمية لماذا كينيا و الثالث ايتيوبيا لم يضربوا هذه الأرقامات تجمعوا بأن الكينيين و الثالث ايتيوبيين تجمع مبناتهم حاجة واحدة و أنهم كيترينيو في بلايس المرتفعين كينيا و الثالث ايتيوبيا و بلوشهم فيهم بلايس العاليين فيهم مدن و القورة و المناطق المستوى ديالها عالي على مستوى البحر من 2400 متر فوق سطح البحر و أنت قد تستطيع أن تصل 5000 متر فوق سطح البحر ايها السيد و نأخذها على سبيل المثال مثلا ايتيوبيا مرتفع على سطح البحر 2355 متر و أريد أن نشرح لكم بلايس عالية لأنه يقع الجسم الذي تنفسه فيها أكسجين و النتروجين النيتروجين فيه 79% والأكسجين 21% هذا يقوم بلايس 1500 متر فوق سطح البحر أما عندما تصل و تصل 2500 متر فوق سطح البحر ماذا يقع؟ الأكسجين في الهواء ينقص معلم و يهبط الـ 15% و لا يوجد أن تطالع و الأكسجين ينقص في الهواء و أيضا الضغط ينقص ما لدينا الأكسجين و ما لدي الهواء و ما الجري و ما لدينا هذا سأشرح لك الأكسجين لديه أهم دور على العضالات الهواء ينقص على الأكسجين طريقة جيدة و هذا الأكسجين كيف ينتقل لنا في جسمنا عبر الكوريات الحمراء و هذا العداء الكيني و الأيتوبي منه يمشي كي تريني في بلاسة المرتفعة فيها الضغط قليل و الأكسجين قليل يسعب هذا الأكسجين يوصله للعضالات و يسعب هذا الأكسجين يوصل للعضالات ماذا يفرز يهرمون الأكسجين يسمى ثلاثة بوتين هذا الهرمون يقول الجسم يرغب المرتفعة الكوريات الحمراء و قمت بزيد الكوريات الحمراء و الجسم يفرز أكسجين لكي نوصله على الأكسجين بطريقة جيدة للعضالات لكي يتعب المهام المهام بسيطة و لم تعدك أن تريني في الارتفاع و في العداء الكيني و الأيتوبي يتريني في الارتفاع الجسم يتعلف و ينتجي دائما كورية الحمراء لكي يوصلوا هذه النسبة للأكسجين الموجودة للعضلات يبقى حتى يولف الجسن وليس يحس بالمشاكين يبقى ترينيه عادي فهذا هو الارتفاع الذي عالي بذلك أراك سيدي من هذا العداء الكيني والأيوتوبي يبطوا لشمدينة المستوى والارتفاع لها لم يطالع بذلك على المستوى يبقى قليلاً من 1500 متر ما يوقع لذلك العداء؟ يبقى ضغط مرتفع ويبقى الأكسجين موجود ويبقى كورية حمراء كثيرة يبقى قدام القدرة البدنية القدرة الهوائية والرياضي تكون طالعاً بزاف يعني يمكن أن يمشي معك يضرب معك مسافات طويلة بلميعية السؤال هو ما يبقى هو كديمة؟ لا غالباً على حسب التقرير اللي داره يلقوا بأنه يجني الأسابيع يعني مثلاً هذا العداء الكيني والأيوتوبي إلى هبط من هذه المنطقة العالية يبقى عنده ذلك القدرة تقريباً دو سمان يعني يجني الأسابيع من أراها يرجع أو تاني عادي سوف تقول لها مال البقالية تهوائية وتحية البقالية ومبروك عليه الدهبية هذه العام لماذا البقالية سوفيان يطحنهما في هذه المسافة الطويلة عندما سبب الأخص 3000 متر سوفيان البقالية تهوائية تستطيع أن تجدها كيتريني في بلايس العاليين في المغرب على سبيل المثال إفران الذي عالي على مستوى البحر تقريباً بشي 1665 متر وخاصة الرجوع الإتوبيا وكينيا إتوبيا وكينيا يجب أن تتعرف بأن يجري عندهم في التقافة مصافي بحل البراق بحال أننا مثلاً مع الكورة نحن شعب المغربي يكن لعبون الكورة بزاف أكثر رياضة كنديروها هي الكورة هما إلا الجري ثم الجري يعني كتلقى درير يبقين صغار لعمر ديالهم تقريباً 5 سنين مبليين بجراء معرش حنا على التقافة هذه الجريمة ما عرفتش علیش صراحة رياضة زوينا ولكن ما عطيناش اهمية بزاف ما عرفتش منه معلينة لا يخرج بزافة ولا يلعب كتلقى كتريني بروفيسيوني لماذا؟ لأن الأغلبية من هذه الدول مثلاً كينيا أو إيتوبيا فيهم الفقر ويشوفوا واحد من الضوار ولا واحد من البلاد مشاء أجاب ذهبية ولا ضرب شراء مقياسي خيالي كل شي يوغيوه بحاله كتلقى 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 إيتوبيا أو كينيا كتلقى دائرين 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 في الموضن الجو عاليين دائرين لأن الشباب لديهم الماراتون بحال الضحف كما نحن نخرج للدرب لأنه يقصد راكورة وماتشاس هم عندهم الجرائم علىهم كتلقى دائرين كل دائرين أكتلقى أبناء لأنه يجري جروبات وعندهم الشريف منقبين بحال نحن يدور مثلاً يشوفوا في الملاعب في القرب أو في الدروبة يشوفوا الدائرين الذين يمشوا واحد كتلقى كتلقى هم كذلك يدوروا في كينيا أو إيتوبيا ويقلبوا على الوليدات اللي عندهم أرقام زوينة ويجيبوا مراكز واعرين ويطلعوهم باش يقول لهم محترفين ويسهلوا فيهم وكذا باش تهموا يجيبوا لهم ميدالية للبلاد ديالله فالتقرير هذا لقوا بأن الكنين وإيتوبيين داروا لهم تحالي يلقوا بأنهم لا يأكلوا كل شيء ولا يشربوا كل شيء قبل اللون طريب ولا يعني على الريع يصبح يضرف الكيلومترات ما رأتهم وعلى الله شحل فيه عاد منك يرتاح شوية عاد يقدر يشرب شوية ولا يأكل شيء خفيف عندما كنت قبل يشربوا واحد من مشروب غري هذا ما رأتهم في إيتوبيين يشربوا العداء اللي اسمه البيزو هذا العصير هذا المشروب فيه دقيق للشعير مقلي ومعه العسل والماء ويقول المدربين بأنهم جميع العداء اللي عندهم يشتريوا دقيق الراسهم ويقادلوا المشروب البيزو ويقادلوا الراسهم كل واحد يزمع القراءة ويسألون جرارة يشربوا مع رأسها هناك نكون وصلنا للنهاية الفيديو ولكن أنت أول مرة تتعرف هذه المعلومة لا تتبقى تعلينا بلايك وضع لنا كومنتير زوين وبارتاجي مع أصحابك وزيدكاتي